مع انه تجاوز سبعين عاما وخطوات سيره متفاقلة لكنه مثل هؤلاء الشبان يأمل بالعودة الى مهنته ثانية رغم مشقتها وبؤس ايجورها هؤلاء هم عمال معامل الطابوق اطراف قضاء بلد روز ممن قام ارباب العمل بتسريحهم ثم تهريب حصص المعامل من النفط الاسود حاسب قولهم اكثر من ثلاثة الاف عامل هم الذين فقدوا مصدر رزقهم اما عملية التهريب حسب قول العمال تبدأ برشوة يقدمها اصحاب المعامل المغلقة الى لجان التفتيش لغرض تسجيلها كمعامل مفتوحة واعطائهم حصص الوزارة من النفط الاسود ارباب العمل لم يكتفوا بتسريح العمال بعد سلبهم لرواتب حراسهم الليليين ثم استولوا على بدلات الايجار الحكومي يجي ياخذ فلوس من ابو المعمل شقال يعني يروح رأس الشهر الملات يستعمل نفط ماله يبيعه ب 18 20 25 مليون واطلب 25 مليون وملاتي حرق السيم كرت ولا يرد علي ولا يجيني نواب كشفوا الملف واستكملوا اوراقه لغرض احالته الى النزاهة مطالبين بقطع الحصص المقررة لهذه المعامل والغاء ايجازاتها اما مديرية نفط الديالة ولجانها التفتيشية لم تحصل على موافقة للتسريح لكنها اكدت اغلاقها لنصف المعامل بسبب المخالفات احنا بدورنا سوف نحيل هذا الملف للنزاهة ونطالب وزارة النفط بقطع الحصص من النفط الاسود المدعومة من معامل الطابوق بقضاء بلد روس شرق مدينة بعقبهاد العنبقي الحرة